اهلا بكم مشاهدين الى نشط ظاهرة من العربية والبداية بابرز عنوين هذه الساعة مكروي يتحدث عن ادلة واضحة على جرائم حرب في اوكرانيا يتهم روسيا ويطالب بعقوبات جديدة الدفاع البريطانية ترصد نقل روسيا لمرتزقة من مجموعة فاغنر الى الدنباس وتركيز هجمتها هناك الخارجية الايرانية تتهم واشنطن بعرقلة جهود احياء الاتفاق النووي وتطالبها باتخاذ قرار جلسة مرتقبة للمحكمة العليا الدستورية في باكستان للنظر بقرار الرئيس حل البرلمان والحكومة اهلا بكم مشاهدين قال رئيس الفرنسي امانويل مكرو ان هناك ادلة واضحة تشير لارتكاب جرائم حرب في اوكرانيا وحمل مكرو روسيا المسئولية عن تلك الجرائم مشددا على ضرورة ان يدفع الثمن كل من تورط في جرائم الحرب في اوكرانيا واشار مكرو الى الحاجة لعقوبات جديدة لرد على مجرى في مدينة بوتشا موضحا ان باريس ستنسق مع الحلفاء الاوروبيين لفرض عقوبات جديدة على روسيا واضف رئيس الفرنسي ان بحث العقوبات الجديدة على روسيا يجب ان يشمل الفحم والوقود وقالت وزارة الدفاع البريطانية ان القوات الروسية تواصل تعزيز واعادة تنظيم صفوفها واضفت ان القوات الروسية ايضا تركز هجومها في منطقة دونباس بشرق اوكرانيا وحسب المخابرات البريطانية فان قوات روسية ومرتزقة من مجموعة باجنر العسكرية الخاصة يتم نقلهم الى المنطقة اعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مطار في ضواحي نيكولايف امس ما ادى لتدمير ثلاث مروحيات اوكرانية كما اكدت الوزارة في بيان اسقاط ست مسيارات اوكرانية خلال يوم واحد في عدد من النسبة 3 من النسبة ادرا بين الروسية بلغاني في برناماني بري PP رسيسية الأزرى بعد ثلاث مجتمع تعدد في امس المخابرات المتازن من علىهم في البحيانات المنديدة بيان مولنين من قييف ومال وجود وسائل في الراه القرية في حول الانيكان في قراء مطابب الخاص مقلوم من رسيح شكرا 40 المنطقة حول الى البنامان مرحبا بك عمار هل يمكن أن تضعنا في الصورة حول طبيعة العمليات العسكرية التي تدور في بعض المدن الأوكرانية في هذه الساعة وهل نلحظ انخفاضا في وطيرة العمليات العسكرية أم تصارعا في كييف وضواحي كييف هناك هدوء تام في العمليات العسكرية القوات الروسية كما تعلمين انسحبت وليس هناك أي قصف يستهدف العاصمة كييف وضواحيها كانت بالأمس ليلا سفارات الإنذار في العاصمة كييف دوت مرتين لم نعرف السبب ولكن ليست هناك أخبار ولا بيانات رسمية من الحكومة الأوكرانية بأن العاصمة وضواحيها تعرضت لعمليات عسكرية أو معارك أو أي قصف الحديث في العاصمة كييف وأوكرانيا عموما رشى يدور حول بوتشا والجرائم التي ظهرت بعد الانسحاب الروسي هناك كما تعلمين حينما تهدأ قليلا الحرب تتكشف الأسرار والخبايا هناك حديث في كل أوكرانيا وخصوصا في كييف وكل فرق الصحافة اليوم نحن كنا زرناها بالأمس ولكن اليوم فرق الصحافة تتوجه إلى المدينة لتطلع على الدمار هناك وعلى جثث القتلى في الطرقات وعلى المقابر الجماعية هناك حديث عن مقابر جماعية وهناك حديث عن قتل الأناس داخل الصرف الصحي هناك جرائم بشعة تتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكابها هناك حالة من توثيق بالصور والشهادات لما جرى هناك في بوتشا وأيضا في إربين هناك طبعا كما تعلمين كنا زرنا إربين وشاهدنا جثث على الطريق وشاهدنا قوات الأمن الأوكرانية تطوق هذه المناطق وتفحص هذه الجثث لتعرف لمن تعود والحديث هنا كله ينصب عن بوتشا فيما يتعلق بالعمليات العسكرية كما تعلمين بالأمس كانت قصفت روسيا ميكولايف وهناك أيضا خرس ليست هادئة تشهد معارك شرسة هناك طبعا تحركات وحديث عن إعادة ترتيب صفوف القوات الروسية للهجوم على الدومباس هناك طبعا عمليات عسكرية ولكن نحن نتحدث عن العاصمة كييف وعن أنحاء العاصمة كييف ليس هناك أي عمليات العاصمة هادئة بالعكس الناس اليوم بدأوا يتحركون شيئا تدريجيا بهدوء وبطريقة أكثف من الأيام السابقة كنت تجولت صباحا في طرقات العاصمة عمار ماذا عن الوضع الإنساني وخاصة في مدينة كبوتشا هناك العديد من التقارير العالمية التي تشير إلى جرائم كبيرة ارتكبت عدد كبير من الجثث كما شرحت أنت ماذا عن الوضع الإنساني هناك منازل وطرقات في بوتشا لم تدخلها القوات الأوكرانية بعدهم يدخلون تدريجيا لأنه كما قلت هناك خوف من منازل مفقخة وألغام زرعت في المناطق التي فيها جثث قتلى يعني من ارتكب هذه الجرائم بصرف النظر عن الفاعل لا نستطيع أن نؤكد أنه جانب الروسي أو جانب آخر ولكن نتحدث عن الدلائل أو نتحدث عن الاتهامات الأوكرانية لروسيا هناك من فقخ هذه المناطق فبالتالي هم لا يزالوا يدخلونها تدريجيا وبحذر شديد خوفا من وجود هذه المفخخات أعتقد أن عدد القتلى وعدد الجثث المتواجدة في بوتشا ربما يكون أكبر لأنه نحن شاهدنا جثث ويعني متواجدة في كل مكان في بوتشا ودمار هائل وهناك أحياء في بوتشا أو منازل بضعة منازل مثلا في كل مكان مدمرة بالكامل هذه أنقاض وتحتها جثث وتحتها قتلى وبالتالي الحالة الإنسانية في المدينة صعبة وأعتقد أنها تحتاج وقت حتى تخرج تم إخراج جميع الجثث والضحايا من تحت الأنقاض واكتشاف العدد الحقيقي لمن قد تم قتلهم في تلك المنطقة على الأغلب يعني كما يتحدث العالم على الأغلب المدينة شبه تعرضت لجريمة حرب في خلال الأسابيع الماضية نعم عمار هل يمكن أن تضعنا بالأسماء المدن التي ما زالت تشهد مواجهات أو أعمال عسكرية في محيط كييف أم أن هناك الآن حالة من الاستقرار بعد انسحاب القوات الروسية من بعض المواقع الهامة التي كانت قد احتلتها هل هناك بؤر ما زالت ساخنة حتى اللحظة ليس هناك بؤر ساخنة ولا فيها معارك ولكن هناك خشية على سبيل المثال حينما دخلنا بالأمس بوشا شدد علينا الجيش الأوكراني بأن هذه المنطقة خطيرة جدا أنت تدخل على مسؤوليتك لأنهم يخشون من وجود على سبيل المثال القوات الروسية تراجعت من هذه القرى في محيط العاصمة كييف باتجاه بيلاروسيا هم يخشون أن تكون هناك بؤر بالفعل خفية للقوات الروسية أو قناصة من هنا أو هناك أو مفخخات وبالتالي لا يمكن الحديث أنه حاليا الآن هناك أي معارك أو بؤر ساخنة في العاصمة كييف الوسط وفي محيطها جميع البلدات والقرى المحيطة بالعاصمة كييف استعادتها القوات الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية ولكن الجانب الأوكراني لا يثق بهذا الانسحاب حتى هذه اللحظة يعني ليس لديه ثقة بأن الانسحاب الروسي حقيقي مئة بالمئة ولذلك يخشون التقدم وبالتالي هناك حذر شديد في التعامل مع الجبهات في البلدات والقرى المحيطة بالعاصمة كييف شكرا لك على كل هذه المعلومات عمار الهندي موفد العربية إلى كييف الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي قال إن مئة الأشخاص تعرضوا للإعدام رميا بالرصاص في مدينة بوتشا بضواحي العاصمة كييف ومدن أخرى هذا وخطب زلنيسكي أمهات الجنود الروس مطالبا إياهن بوقف إرسال أبنائهن للقتال في أوكرانيا استنكر سفير روسي لدى واشنطن أنتولي أنتونوب ما اسمه تكتم من الولايات المتحدة على حقيقة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها وتهم أنتونوب في تصريحات لمجلة نيوزويك الأمريكية نظام كييف بأنه يحاول تحميل روسيا مسؤولية كل الفضائع التي ارتكبتها قال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار إن بلاده تخطط لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا عن طريق البحر ومن المفترض أن تتم خطة الإجلاء خلال الأيام المقبلة وستبدأ مع الأتراك الذين يواجهون صعوبة في أوكرانيا ونشرطنا مستمرة وفيها بعض الفاصل مسؤول الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا أهلا بكم من جديد أعرب وزير الزراع الأوكراني عن أمله أن تتمكن أوكرانيا من تصدير الحبوب إلى العالم وأشار إلى أنه يتوقع محصولا ضخما من الحبوب هذا العام وبإشارة إلى بدل المزيد من الضغوط على روسيا لوقف الحرب حذر الوزير الأوكراني من ارتفاع مقبل للأسعار عالميا في ظل السمرار الحرب وفي تصريحات جديدة قال رئيس الوزراء البولندي أن ألمانيا تعد العقبة الرئيسية أمام فرض أوروبا عقوبات أقصى على روسيا التصريح يأتي فيما نقل صحيفة فينانشل تايمز البريطانية عن دبلوماسي مطلع أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة فرض حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا الأربعاء المقبل وكان وزير الخارجية الإيطالي لوجيدي مايو رجح في وقت سابق فرض الدول الأوروبية حزمة جديدة من العقوبات على خلفية اتهامات لأوكرانيا بارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا بأوكرانيا وهي اتهامات نفتها وزارة الدفاع الروسية مؤكدة عدم تعرض أي مدني للأذى في الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية كما أنه كان يسمح للأهالي بمقادرة المدينة على حد قول المسؤول الروسي وينضم إلينا من باريس دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية مرحبا بك دكتور خطار على شاشة العربية دكتور هناك تصاعد كبير في لغة المجتمع الدولي لإدانات قوية لروسيا بشأن بعض الجرائم المرتكبة في هذه العمليات العسكرية من جديد مدينة بوتشا تتصدر بشكل واضح عنوين الأخبار الدولية ما تدعيات ذلك على روسيا دولية؟ تحياتي لك ولفريق العمل لكل من يشاهدنا أو يتابعنا لفت النظر مع إنهاء العمليات تقريبا في محيط كياب وتركيز روسيا على الشرق والجنوب هذه المعلومات عن مدينة بوتشا أشير إلى أن أول من نشر هذه المعلومات وكالة أقمار صناعية أمريكية في كلام عن مقبرة جمعية بعد ذلك أخذت الأخبار تنتشر هذا حدى بالخارجية الروسية لاتهام الأمريكيين والأطلسيين كما قالت تزخروا بأنهم أبطال الاستفزاز في مطلق الأحوال وصل الأمر الآن بالرئيس الفرنسي ليلوح بعقوبات أوروبية إضافية تبعا لما جرى من ارتكابات بحق المدنيين والأمم المتحدة أيضا طالبت بتحقيق مستقل آليات التحقيق الأوكرانية مستقلة أيضا جرى إقرارها الحروب هي هكذا هناك دوما جرائم في الحروب لكن كان هناك جرائم موصوفة في البسنة تحت أنظار الأمم المتحدة وتم ولم يتم يوما تلك الضجة الكبرى وأيضا من العراق إلى فلسطين وسوريا وأماكن أخرى إذن في النهاية هناك مكياس سياسي حتى لمعاقبة مرتكبي جرائم حسب مصالح القوى القادرة والقوى المحركة للمشهد الدولي هناك سؤال مطروح بشكل كبير في الأذهان دكتور وهو المتعلق بما بدى من وقف العمليات العسكرية في أماكن عدة هل هذا يعني أننا بصدد قرب انتهاء هذه الحرب ووضع إطار سياسي وتفووضي حقيقي لها يتعلق بوقف نهائي لإطلاق النار مع الأسف هناك تغيير في التكتيكات وليس إنهاء للحرب ظن الرئيس بلاديمير بوتين أنه بالاقتراب من كييف وخلق حالة صدمة سيسقط الحكم هناك كانت حساباته خاطئة والمقاومة الأوكرانية كانت كبيرة ولذلك منذ نهاية الشهر الأول قالت وزارة الدفاع الروسية أنها ستركز على الشرق وعلى الجنوب وهذه هي المنطقة المسمى الدنباس والقريبة من شبه جزيرة القرم وستحاول روسيا تركيز عملياتها هناك وهذا لا يعني أنه لا يتم قصف كياب أو الفيف أو غيرها الحرب هي الحرب في هذا الموضوع لا أعتقد أن الحرب تنتهي هذا أسلوب بوتين حتى في سوريا قام بنفس الأسلوب القصف من جهة والمتفاوض ولكن طيب فيما صار المفاوضات دكتور البعض يشعر أنه تم قطع بعض المسافات المهمة التي تتعلق بحياد أوكرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي بعدم الانضمام إلى النيتو وتظل هناك عقبتين رئيسيتين المتعلقة بوضع شبه جزيرة القرن لاعتراب بها وأيضا بإقليم دنباس كيف يمكن النظر إلى هذه التطورات التفاوضية؟ أصلا هذه هي العقد الأساسية وأصلا زيلنسكي منذ وصوله أيضا حتى الناس كلها تعتبر أن الخطأ كله من جانب روسيا زيلنسكي أيضا منذ وصوله في 2019 لم يقم بما هو مطلوب لتنفيذ اتفاقيات منسك بخصوص مناطق شرق أوكرانيا الأهم الآن أنه في هذه التفاوضات هناك تقليص المطالب الروسية حول ما سمي نزع السلاح أوكرانيا وإنهاء النازية وكذا وكذا وهناك أيضا من ناحية أوكرانيا تراجع في مسألة الحياد لكن في هذا الموضوع التفاصيل مهمة أي نوع من الحياد السويسري أو نمساوي أي إنموذج هل سيتم نزع السلاح؟ هل سيتم فقط الاكتفاء بالتأكد من عدم حصول أوكرانيا على السلاح النووي؟ وبعد ذلك حول مصير الكرم هو شبه محسوم لو أنه ضد القانون الدولي روسيا لن تتراجع من هناك يبقى الدومباس وهذا الموضوع يتطلب تفاوض ويتطلب تنزلات متبادلة حول حكم ذاتي حول فيدرالية أو حول وضع استقلالي عقد وملفات شائكة كما ذكرت أنت دكتور مازالت تحيط بهذا الصراع الأوكراني الروسي دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية من باريس تحيتي دكتور شكرا لكم توقع المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يتم نقل أكثر من 22 ألف مرتزق سوريا على دفعات للقتال في شرق أوكرانيا قال المرصد إن المرتزقاء الذين ضربتهم روسيا في الأراضي السورية أشرف على تدريبهم ضباط روس وباتوا جاهزين لنقلهم إلى ساحات المعارك وفي موسكو يعقد اليوم وفد من وزراء الخارجية العرب رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية مشاورات مع الجانب الروسي لبحث الأزمة الأوكرانية وسبل خفض التصعيد ويأتي في مقدمة الوفد العربي كل من وزير خارجية مصر سامح شكري ونظرائه الأردنية أيمن الصفادي والجزائري رمضان لبعمرة إضافة إلى وزيرة خارجية العراق والسودان ومن بعدها سيتوجه الوفد من الوزراء العرب إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء وزير الخارجية الأوكراني للهدف ذاته موسيقى قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن أمريكا مسؤولة عن توقف المحادثات النووية وأضاف أن نجاح محاولات إحياء الاتفاق النووي يعتمد على قرار واشنطن السياسي نقل تهران تايمز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن الاتفاق في فيينا في متناول اليد لكن الوفد المفاوض لن يتجاوز خطوطنا الحمراء وينضم إلينا من لندن البحث في أشان الإيراني سيد وجدان عبد الرحمن مرحبا بك سيد وجدان ما الذي يعنيه الجانب الإيراني بالخطوط الحمراء؟ صباح الخير لك رجل ولمشاهديك الكرام الخطوط الحمراء التي تشير لها إيران بأن موضوع الحرس الثوري الإيراني يجب أن لا يكون ضمن المناقشات لأن بعد تراجع إدارة بايدن أمام الضغوط الإيرانية برفع الحرس الثوري الإيراني من العقوبات بدأت إيران أن تشترط بأنه رفع العقوبات من الحرس الثوري الإيراني والشركات دون النظر إلى توقف الإرهاب للحرس الثوري الإيراني في المنطقة وأيضا بدأ النظام يتراجع حتى عن موضوع تهديد القوات الأمريكية وكل ما تطالبه إدارة بايدن هو عدم التعرض للقوات الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة لكن كما يبدو الحرس الثوري الإيراني لا يريد أن يقبل بذلك الخطوط الحمر بالنسبة لإيران هو تدعي بأن العقوبات التي فرضت أو العقوبات التي تريد رفعها لم تلبي المطالب الإيرانية بالنسبة للاقتصاد الإيراني ولذلك أشار بأن موضوع الحرس وأيضا موضوع الانتفاع من الانتفاق النووي تعتبر خطوط حمر بالنسبة سيد وجدان كان هناك انطباع دائم بأن إدارة بايدن تتساهل وتتعامل بمرونة شديدة مع إيران ولكن وفقا لتصريحات الأمريكية الأخيرة والإيرانية أيضا يبدو أن هناك ثم التشدد في هذه الأيام تجاه إيران وتجاه هذا الاتفاق تحديدا هل هذا الانطباع صحيح أم أنه خاطئ؟ لا أتصور ذلك لأن كل ما تطالب به الإدارة الأمريكية هو أن توافق على ربع الحرس الثوري الإيراني من العقوبات وأيضا حتى الشركات التابعة له مقابل أن تعطي إيران ضمانات مكتوبة للولايات المتحدة الأمريكية بعدم التعرض للقوات الأمريكية والمصالح الأمريكية لكن كما يبدو النظام لا يريد الموافقة على ذلك في الوقت الذي يدعي بأنه يريد المفاوضات فقط فيما تتعلق بموضوع الملف النووي الإيراني لكن مطالب إيران بعدم إدراج برفع الحرس الثوري لإيراني من قائمة الإرهاب هو خارج الاتفاقية أنه رغم ذلك إدارة بايدن موافقت على ذلك وتنازلت لصالح النظام الإيراني بشكل كبير والآن أصبحت الكرة ترمى ما بين الجانبين إدارة بايدن تقول بأنه ترمي الكرة في الجانب الإيراني لأنه وافقت على ربع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب مقابل الكف عن تهديد الولايات المتحدة الأمريكية في حال إيران تقول ولكن الآن أيضا سيد وجدان بدأ الحديث بشكل مكثف في الأوساط الأمريكية عن برنامج الصواريخ الباليستية عن سلوك إيران العدائي عبر أضروعها في المنطقة بات هناك اهتمام بهذان الجانبين وليس فقط مسألة القدرة النوية أعتقد أن رشاة إذا ما تابعنا ما يحدث في المنطقة يثبت عكس ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تشاهد بشكل يومي كيف تتعرض حلفاء أمريكا للقصف الإيراني إن كان من قبل الحوثين بمسيرات وصواريخ إيرانية أو من خلال تهديد إسرائيل وأيضا سقاط المسيرات التي كانت مفخخة باتجاه إسرائيل كل هذه الأمور وأيضا حتى تهديد المصالح الأمريكية بشكل مباشر في المنطقة بما فيها التعرض للقنصلية الأمريكية في أربيل يثبت ذلك بأن موضوع مناقشات تدخلات إيران في المنطقة لم يكن في حسابات إدارة بايدل للأسف الشديد وهذا ما جعل إيران أن تزيد من مطالبها بالنسبة ولكن كيف ستتعامل واشنطن بهذا المنطق مع ردود أفعال الحلفاء في المنطقة العربية الذين لا يرضون على صيغة الاتفاق الحالي دون الاهتمام ببرنامج الصواريخ والأذرع العسكرية للأسف الشديد هذا ما يحدث ولذلك نشهد هناك عدم رضا بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وأيضا أكبر حلفاء أمريكا وهي إسرائيل الآن هي قير مرحبة بالنسبة بالسياسة بايدن في المنطقة فيما يتعلق بموضوع الصواريخ وموضوع المسيرات وهذا سلب عدم الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا نشهد بأنه حتى في الأزمة الروسية مع الجانب الغربي نشهد هناك حياد من جانب الدول التي كانت تعتبر حلفاء وأيضا تعتمد عليهم الدول القربية بما فيها أمريكا أصبحوا في المنطقة الرمادية وهذا ما استمرت هذه السياسة أعتقد سيكون هناك مزيد من الابتعاد عن سياسات القرب السيد وجدان عبد الرحمن البحث في الشان الإيراني من لندن تحياتي تتواصل المشاورات اليمنية اليمنية في العاصمة السعودية رياض لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخالجي وتعقد اليوم جلسة مناقشات مع رئيس أعضاء الحكومة اليمنية يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الملفات السياسية والاقصادية والتنموية والإغاثية والاجتماعية والأمنية ومن المقرر أن يتم البحث عن معالجات عملية لترد الأوضاع الاقصادية وتنمية الموارد العامة ومكافحة الفساد ونشرتنا مستمرة فيها بعض الفاصل الصين تكتشف نوعا جديدا من سلالة أوميكرون وإغلاق شنغالهاي يهز الاقتصاد الصيني ماكرو يتحدث عن أدلة واضحة على جرائم حرب في أوكرانيا ويتهم روسيا ويطالب بعقوبة جديدة الدفاع البريطانية ترصد نقل روسيا لمرتزقة من مجموعة باغنر إلى الدنباس وتركيز هجمتها هناك الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بعرقلة جهود يحياء الاتفاق النووي وتطالبها باتخاذ قرار وجلسة مرتقبة للمحكمة العليا الدستورية في باكستان للنظر بقرار الرئيس حل البرلمان والحكومة أهلا بكم من جديد من المقرر أن تستأنف اليوم هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا الدستورية في باكستان النظر في قرار الرئيس حل البرلمان والحكومة وتشهد باكستان حالة جدل قانوني ودستورية حول قرار إلغاء التصويت على اقتراح سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان ومات له من قرارات بحل البرلمان والحكومة حيث تؤكد الحكومة المنحلة أن القرارات قانونية كما لا يمكن للقضاء التدخل في مداولات البرلمان بينما ترى المعارضة أن ما جرى انتهاك للدستور واللوائح النيابية يرتقي إلى حد الخيانة أعلنت وسائل إعلام الصينية أن السلطات الصحية اكتشفت نوعا فرعيا جديدا من سلوات أوميكرون النجمة عن بيروس كورونا قالت صحيفة جلوبال تايمز إن النوع الجديد لا يتطبق مع الأنواع المكتشفة سابقا في الصين وحول العالم ذكر مسؤول مدينة داليان شمال الصين أن حالة لنوع فرعي غير معروف تم اكتشافها لدى مريز بكورونا يعاني من أعراض خفيفة هذا وفرضت السلطات الصينية قيودا مشددة على مدينة شغهاي التي تعد مركزا ماليا عالميا بعد ارتفاع عدد حالة الإصابة بيروس كورونا وقد يكون هذا الإغلاق مكلفا بشكل خاص للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب الترابات في سلسلة التوريد قصيرة الأجل التي سيكون لها تأثير على اقتصاد البلاد ككل بالإضافة إلى تأثيرات مضاعفة في أماكن أخرى بسبب الترابط بين شغهاي ومناطق أخرى في الصين ومع ارتفاع عدد حالة الإصابة بيروس كورونا قد تتزايد المشكلات المستقبلا إذا فرد المزيد من الإغلاق لسيما بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة وتنضم إلينا المحللة الاقتصادية فيوليات غزال بلعة مرحبا بك سيدة فيوليات معنا على شاشة العربية هناك تداعيات على ما تبدو مؤلمة جديدة للاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني تحديدا ليست فقط الحرب ولكن أيضا تداعيات جديدة لكورونا كيف سيؤثر ذلك على نمو الصين من ناحية وعلى الاقتصاد العالمي من ناحية أخرى مساء الخير وشكرا على الاستضافة من المعلوم أن الصين إذا عطست في كين يهتز الاقتصاد العالمي ويصاب بنكسة برد الصين هي أكبر مصدر للسلع التجارية وثاني مصدر مستهلك لها في العالم كما أن شانجهاي الولاية التي تتعرض اليوم للإغلاق وينتهي الإغلاق غدا تمثل 4% من اقتصاد الصين يعني هي المركز المالي هي مركز التصنيع الإلكتروني فيها أكبر موانئ العالم ازدحاما من هنا فأن أهمية شانجهاي والإغلاقات السياسة التي تتبعها الصين حتى اليوم رغم انخفاض إصابات كورونا سياسة كورونا كوفيد سفر ستكون مكلفة صحيح بالنسبة لسلاسل التوريد الضغط الإضافي الذي ستتعرض له سلاسل التوريد الواقع أساسا تحت ضغط أسمة أوكرانيا وأسمة التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض أسعار النفط هناك خلل في سيصيب سلاسل التوريد إذا ما تعطلت حركة الشاحن كليا في ميناء شانجهاي أيضا ألية الإنتاج الصناعي أيضا معرضة للتوقف أو حتى للانخفاض بشكل يسير رغم أن الإغلاق قد يعتمد العمل من المنازل أو من المكاتب وقد اثثنا بعض الأعمال الحيوية ولكن لا شك في أن الإغلاق الذي تتعرض له شانجهاي أو فرد على شانجهاي اليوم فيكون له تداعيات أولا على أسعار النفط التي اليوم تبدو مستقرة بعض الشيء حوالي 150-150 دولار للبرميل ولكن هي في انتظار تلمس نتائج الإغلاقات التي فردت على شانجهاي على مرحلتين وهذا شيء جيد بتقسيم شانجهاي إلى جزء شرقي أغلقها قبل خمسة أيام واليوم تنتهي غدا المدة إغلاق الجزء الغربي منها وهذا ما يتيح لشانجهاي أن تسيي الأعمال بالقدر الممكن نعم المحللة الاقتصادية بوليات غزال بلعة شكرا لوجودك معنا على شاشة العربية ونبقى دوما مع أخبار الاقتصاد والزميل ناصر إليك ناصر شكرا راشا أهلا بكم مشاهدين إذن تحديث لحركة أسواق للمنطقة حاليا لا وجهة واضحة للمؤشرات تباين في الأداء ولكن تبقى الحركة محدودة النطاق بالنسبة للسوق السعودية ما زلنا فوق 13 ألف نقطة وهذه لائحة الأسهم الأكثر تداولا حاليا لاحظوا أكوا باور ما كسبها بـ 7% حاليا بعد مضيها قدما بمشروع مصنع الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في نيوم هذا المشروع المشترك مع نيوم وإير برودكس الأمريكية حصة أكوا باور الثلث وقيمة العقد الإي بي سي للهندسة والبروكورمنت والإنشاء بقيمة 900 مليون دولار السهم يتفاعل إيجابا صعودا بحوالي 7% هو السهم الأكثر ارتفاعا أيضا من اللائحة الأكثر انخفاضا نلحظ أسهم اسمنت الجوف اسمنت الجوف قد أعلنت عن خفض رأس المال بـ 24% ومن ثم زيادته بـ 28% عبر أسهم حقوق أولوية وذلك لإطفاء خسائر المتراكمة ليصل رأس المال بالنهاية إلى 1.380.000.000 ريال اسمنت الجوف من بين الأسهم الأكثر انخفاضا 2% سولوشنز مع تحالف ستقوم بالاستحواذ على حصة تقريبا 90% في شركة جيزا للأنظمة هي شركة مصرية هذه الشركة تخدم حوالي 25 سوق لها مكاتب في السعودية في الإمارات قطر وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من استراتيجية توسع سولوشنز خارج حدود المملكة السهم على انخفاض حاليا بالـ 19 نقطة المئوية أما في سوق دبي فنلحظ قفزة كبيرة لسهم دبي المالي لا ننسى بأن ديوة تم زيادة الأسهم المطروحة للأفراد والمؤسسات وسيتم إدراج السهم لديوة يوم الاثنين الأسبوع المقبل هذا سيعني أن هناك سيكون حركة أكبر وتورن أوفر أكبر في سوق دبي المالي ينعكس طبعا إيجابا على الإيرادات سوق دبي وبالتالي سوق دبي على مكاسب بستة ونص النقطة المئوية إعمار عليها بعض التراجع اليوم إلى 5 درام 92 فلس في أبوظبي نلحظ كروس تريدز بأكثر من عشرة مليارات درهم تتم على سهم أيبكس المرتفع بـ 5% هي كانت رأس السمنت رأس الخيمة سابقا دخلت عليها IHC لديها حصة تفوق الـ 51% طبعا الـ IHC مستقر السهم نلحظ مكاسب جيدة على أبوظبي الأول وأيضا على اتصالات أسهم أو الارتفاعات على هذين السامين تفوق الـ 51% هذه كانت جولتنا على الأسواق نعود الآن من جديد إلى رشا شكرا لك ناصر النظام الصوتي في المسجد الحرام يعد من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم إذ تنقل 7750 سماعة موزعة في أرجاء المسجد الحرام صوت الآذان والإقامة وفق نظام صوتي متطور يعمل بشكل ذكي دون تدخل بشري الله أكبر الله أكبر الستينيات الميلادية كانت هي بدايات النظام الصوتي في الحرم المكي وبعد مرور ستة عقود من الزمن تطورت الأنظمة والتقنيات حتى بلغت تكليفة النظام الحالي في الحرم 150 مليون ريال الله أكبر 7750 سماعة تنتشر في أرجاء المسجد الحرام وساحته وتعمل بشكل ذكي ويشرف على تشغيلها 80 مهندساً وفنياً صعودياً للتحكم بأكبر نظام صوتي في العالم النظام يعتبر من أعقد الأنظمة لأن المكان مختلف من مكان مفتوح إلى مكان مغلق إلى مكان شبه مفتوح وشبه مغلق تبلغ نسبة احتمالية توقف أو تعطل النظام الصوتي في الحرم المكي 0% ويعود ذلك إلى وجود ثلاث أنظمة احتياطية لكل صلاة تنزل تسعة مايكات ثلاثة تكون للتلاوة وثلاثة للسجود وثلاثة للركوع ومقسمة كنظام أساسي واحتياطي واحتياط احتياطي يتم تنقل بها عن طريق المشغل أثناء الصلاوات الله أكبر الله أكبر لكل إمام له طبقة صوت معينة وإحنا عندنا سجلات وداتابيس لكل الطبقات الصوت للأئمة بحيث أن لو صلى عندي أحد الأئمة أنا عارف الليفل التشغيل المناسب لهذا الإمام حتى يكون في ارتدادات عالية في أنحاء المسجد الحرم تلقى الأنظمة الصوتية في الحرم اهتماما وعناية متواصلة من خلال أعمال الصيانة الدورية ومواكبة كل التقنيات الحديثة في الصوتيات من الحرم المكي سلطان السلمي العربية بمعنويات جماعية مرتفعة وبإقبال على التسوق استقبل المغاربة شهر رمضان المبارك بجوالات التسوق شهدت هناك فئات كبيرة واسعة من المغاربة إسقاط للإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا بينما سلطات الصحية المغربية تدعو لعدم التراخي أمام ظهور أي موجة وبائية جديدة من دون أي قيود احترازية يتحلق مغاربة في هذا السوق الشعبي على صانع ما تسمى مغربيا بالورقة أي ما سيتحول إلى شهي من حلو أو من مالح خاص بشهر رمضان بعد إضافة مكونات أخرى أما هنا فإقبال ممزوج بالفرح أيضا من دون تباعد اجتماعي على محلات بيع حلوة شباكية الرمضانية مع الإجراءات الكوفيد التي تحيدت شي شوية الحركة ستترش والمسائل سيكون حسن من هذه العوام التي فاتت أجواء رمضان أحسن من دين سميش لأن الأجواء كانت كورونا وكانت أجواء خيبة بعد هذه العافية التي وصلنا لها في البلد خصوصا فنرجو من الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعمة وندوزوا هذا رمضان إن شاء الله في أحسن جو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو كافة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بدرجة عالية من اليقضى والاستمرار في التقيد بالتدابير الوقائية والحاجزية من اغتداء للكمامة ونظافة لليدين وتجنب المصافحة والعناق يحضر هذا التاجر ما يسمى مغربيا بالظميطة أو بسفوف أي خليط حلو المذاق يجمع الدقيق المحمصة بالفواكه الجافة وبالمكسرات فرمضان يحاول العودة مغربيا بكل تفاصيله عدل الزبيري العربية الرباط مسلسل الزهرية دراما اجتماعية تدور أحداثه عن قصة حدثت في منطقة نجدية عام 1978 تتحدث عن بداية النهضة التي شهدتها المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة تروي قصص العائلات التي تعيش صراعات بالطبع ليبدأ العمل بجريمة قتل ويشارك في هذا المسلسل مجموعة من النجوم المميزين من السعودية والخليج نتابع دراما رمضان أبيك تروي بالسرابيت وتطلعهم من حجيرات ملح أبيك تاخذ منها الموتر كم من يوم شامان شامان عندها سالفة حطر الملح ولا يريد اسمع لحد أحسن أنه يبدو عركي تتنوع المنافسة في دراما السعودية رمضانية هذا العام بعيدا عن الكوميديا حيث يتنافس أكثر من عمل على قصص تدور في حقاب زمنية سابقة من بين هذه الأعمال مسلسل الزهرية تدور حدث العمل بالتحديد في عام 1978 ميلادي في بلدة صغيرة اسمها نجدية حيث بداية النهضة في مجالات التعليم والفنون والثقافة والإقتصاد هذه النهضة التي توقفت لاحقا لتستثمي النموها اليوم الوقت الذي دخل فيه التطور التكنولوجي والمعرفي وكل شيء على المملكة من خلال قرية نجدية تسمى الزهرية تحتوي على قصص كثيرة من القصص اللي ممكن أنا أسميها إنها قصص خيالية نوعا ما أجادت الكاتب الأستاذ أمل فران اللعب بهذه التفاصيل اللي تستفز أي مخرج أي ممثل محترر قلت أكيد إنه يوم شافني شاف واحدة ما هي بذيك البزر اللي حبه لا والله ما أطراني لحين بيها أحبه نفتخر في وجود هؤلاء الشباب ولا ننسى الرواد كمان الرواد معنا السادة سناو معنا السادة علي إبراهيم كمان هذا إضافة جميلة للعمل والأهم في نظري هو إعطاء النتيجة النهائية نتيجة نهائية بوجود مخرج متميز ورائع له تجربة عالية جدا في المسلسلات الخليجية يتناول المسلسل اللي كتبته أمل الفران قصص عائلات متنوعة الطبقات الاجتماعية والمستويات المادية حيث تعيش صراعات داخلية ومتشابكة تبدأ بجريمة قتل في الحلقات الأولى وتتابع القصة بين الهروب والمواجهة والنسيان والحب والفراق والكثير من المشاعر يعني صاير تنافس صحي بين جميع الممثلين والممثلات نجوم شباب نجمات شابات بالنسبة لدوري احنا سيدات القرية مجموعة من البيوت كلهم متلاحمين مع بعض كلهم أسرة واحدة تقريبا هم جيران لكن كلهم شايلين بعض أربع خمس أسر كلنا مجموعة مع بعض أنا شوية شاذ عنهم يعني من يحاب التطور من يحاب التدريس يعني صاك على بنتي شوية يعني شوية من غلقها لكن بعدين في النهاية لازم أرضخ لكل هذه الأمور أنا أبو هبضي والمدرسة من تبرايها؟ شخصيتي في هذا المسلسل شخصية فايز شخصية رجل مثقف حالم حليم هادئ بسيط في نفس الوقت يحب الآخرين ويحب يساعد الناس ويحب مو بشي الرير زي العادة الحمد لله طلعاني من أدوار فشار وصار فكرة جديدة يقدمها العمل الذي جرى تصويره بالكامل في القصيم في صراع بنت بلدة القديمة والمدينة وصعوبات التكيف بينهما وظروف كثيرة يعيشها أبطال الزاهرية اللي يعيد للذاكرة الكثير من مشاهد المرضي ختم هذه الساعة مع أبرز العناوين ماكرو يتحدث عن أدلة واضحة على جرائم حرب في أوكرانيا ويتهم روسيا ويطالب بعقوبات جديدة الدفاع البريطانية ترصد نقل روسيا لمرتزقة من مجموعة باجنر إلى دومباس وتركيز هجمتها هناك الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بعرقلة جهود يحياء الاتفاق النووي وتطالبها باتخاذ قرار وجلسة مرتقبة للمحكمة العليا الدستورية في باكستان للنظر بقرار الرئيس حل البرلمان والحكومة كل ما لدينا من أنباحة اللحظة ابقوا معنا دائما على شاشة العربية إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة